المجلس الأوروبي المجلس الأوروبي مع وزارة العدل في النظام التركي في الرابع والخامس من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري في أنقرة والتي شارك فيها ممثلون عن وزارات الداخلية والدفاع وممثلون محكمة النقض التركية بالإضافة إلى لجنة فحص تطبيق حالة الطوارئ تم خلالها النقاش حول تأثيرات تطبيق حالة الطوارئ لفترة طويلة في البلاد البيان الصادر عن المجلس الأوروبي قال إن الاجتماعات تناولت حرية الرأي والتعبير وحقوق الاجتماع وحرية تأسيس جمعيات ومؤسسات في ضوء اتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية كما تناولت اللقاءات بحسب المجلس التعليق بشكل مفصل على قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب الفضفاض وتأخر الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتحقيقات حيث أكد الوفد الأوروبي أولوية زائدة لمسألة المحاكم العادلة والفصل التعسفي من الوظائف وكان النظام التركي قام في تموز يوليو الماضي باستبدال حالة الطوارئ التي ظلت سارية طوال مدة عامين فصل واعتقل خلالها عشرات الآلاف بقانون آخر يكرس الحالة بمسمى مختلف تحت بند مكافحة الإرهاب